بالرفاه والبنين يعمر الفساد طفلا من أبوين غير الشرعيين ثم يصبح شابا لا يشيب ثم عائلة تحت عنوان فساد ممنهج ينخر الحق ويعمر الباطل ويدمر العراق رويدا رويدا والغرابة أكبر من الحال فالعراق المتجرع أرقاما قياسية في الفساد وهو بأمس الحاجة لعلاج قانون جذري لم يجد قانون عقوبات جديد له إلا بعد خمسين عاما من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 لكن رئيس الجمهورية برهم صالح يأتي بمشروع قانون عقوبات جديد يتعطش له الشارع على أمل الخلاص من نهج الفساد واضعا هدف المشروع الأساس في إطار تحديث المنظومة القانونية وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولية صالح قرع جرس الإنذار مسبقا في مناسبات عدة عند تفصيل منظومة القانون في البلاد فكان مشروع القانون دواء لداء جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب والزام المختلصين برد الأموال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني نهيك عن ضمان حق الحريات الشخصية بإيجاد عقوبات يكفلها القانون لكل مجرم يتعدى على حق التعبير الذي أخذ شكلا خطيرا في الفترة الأخيرة على الساحة العراقية إذن مهد صالح الطريق أمام المشرع العراقي للموافقة عليه لتفتح السجون وأبوابها أمام صناع الفساد والترخل والمجرمين ما جعل ردود الفعل في الشارع العراقي أكثر تفاؤلا بمستقبل البلاد اشتركوا في القناة